موسيقى طبعا تقدمت هذه الجمعية بمذكرة اقتراحية للجنة تعدي مدونة الأسرة نظرة للتوجيهات أو مرجعا لتوجيهات الملكية السامية وقدمنا مجموعة من القضايا المؤثرة التي تهم الشأن التربوي خاصة المتعلم المغربي الذي يتأثار بقضية من هذه القضايا من هذه القضايا التي أثرتها جمعيتنا ووجهت لجنة الملكية إلى النظر السديد فيها ومسألة الزواج بخصوص الولي خصوصا وقد طالبنا بوجوب إرجاع روكل الولي باعتبار القيم الأسرية التي تنشأ عليها المتعلم باعتبار أن هذا المتعلم قد نشأ على حقوق الولدين هذا المتعلم الذي كان بين أحضر الأب وبين أحضر الأم وفي الأخير بعد زواج هذه الفتاة فهي تتنكر لهذا الأب لذلك نرى أن نرجع طبقا لمرجعيات الفقه المالكي المعتمد كمذهب رسمي للدولة المغربية أن يتم مع اعتبار روكل الولاية وأن يكون الاستثناء يكون الاستثناء لولاية المرأة الراشدة عن نفسها بقيود تقدم ومبررات إلى القاضي بخصوص مسألة الحضانة أترنا أيضا قضية الحضانة الحضانة فيها مجموعة من الإشكالات وخصا في زيارة المحضون زيارة المحضون لابد من تبديد هذه الفترة خصوصا بالنسبة للأب يوم غير كافي للأب يعني يوم الأحد الذي يقدم خصوصا إذا كانت عنده الكفاءة العلمية والدراسية لمتابعة ابنه وبالتالي نرى وجوب تمديد هذه الفترة لمتابعة ابنه في الدراسة وغير ذلك كذلك مسألة تعدد رأينا عندنا نظر فيها وأن تبسط مصاطره وأن يجعل الاستثناء في القضايا الاستثنائية طبعا تعدد حينما نتحدث عن تعدد نرى أن هناك مصطره تسلق المرأوي مصطره تطلب تطلق الشقاق نظرا لإصرار الزوجة على التعدد نرى أن توقف هذه المصطره وأن تكون المصطره لاحق للمصطره الأولى بعد حصول الزواج وإتبات الضرار على الزوجة الأولى وحتى على الزوجة الثانية هناك قضايا كثيرة كلها متحت من المرجعية الشرعية التي ضمنها الدستور دستور الدول والإسلام وكذلك المذهب المالكي الذي نجد فيه غنية فقهية للمقاربة سواء شريعية أو القانونية وضع ميتاق الأسرة الذي يتضمن مجموعة القيم التي يجب اعتبارها في المناهج التعليمية وأيضا دعوة إلى إشراك جميع الجهات والمؤسسات في ما يتعلق بما يحقق المصلحة وما يحقق المقاصد المصلحية للمتعلم في الإطار الأسري وهناك مجموعة من التوصيات الأخرى التي تم تضمينها في المذكرة من أجل اعتبار الأولويات الشرعية واعتبار أيضا الموازنات وأيضا مختلف المآلات التي قد تصير إليها يعني هذه النصوص كما دعت الجمعية في مذكرتها من خلال التوصيات إلى ضرورة يعني اعتبار الفهم السليم للنصوص المعدلة وذلك بالتفصيل في مجملاتها ويعني اقتراح مجموعة من الخطط التي تمكن من تنزيل الإجراء الذي يضمن لنا الفهم السليم والذي لا يشويش على المرجعيات الأساسية المعتمدة في شارع الإسلامية وهما الوحيين القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة أهم المقتلحات عننا هي الأمة العزيبات الوضعية ديالهم وكذلك إثمات الناس بحيث كنشوفه آخر حاجة كنت أجلها القضاء هو أدئين تحريلات بيولوجية بالعلم أن هذا التأخر نتفدأوه ونطرحه في الأول في الأول خطوة تكون هو التحريل ديال أدئين مثلا الرقص فوديك عن المدى الفاس اللي كنتبقى بتروحها وعقلة نعجلوا بها ويتكون واحد تجاوب واحد تجاوب مباشر كذلك أشوف الوضعية ديال الأمة العزيب من بعد الولادة ديالك أبناء شنو المأل ديالهم والمصير ديالهم هذا هو أهم النقاط لجينا بها لجينا بها نحن كمؤسسة متوسطية للشباب الديمقراطية بالنسبة للإرث رأينا أنه يبقى تابعا لما جاء في النصوص القطعية وبالنسبة للنفقة رأينا أننا ننتقل من النفقة إلى إذا كان الأبو معسرا فلا نرى أن نفعل المصطرة الجنائية التي تأمر بالحبس والجريم إذا تبتع صارو فإننا ننتقل إلى العصبة هؤلاء الذين استفادوا من الإرث العصبة الموسيرين أن ينفقوا عليهم وهذا جاء كذلك في أقوال فقهية يمكن بسطها في موضعها بالنسبة للنفقة كذلك نرى أن نفقة نفقة الإبن واجبة كما ذكرت على العصبة وإذا لم يتيسر ذلك فإننا نمر إلى نفقة الدولة في مقاربة اجتماعية لمعالجة هذه الظاهرة وهذه المعضلة صندوق خاص بهؤلاء لأن المرأة أولا وآخرا لا بد أن تجد من أين تنفق وبالتالي حتى خير المساطر قد يؤثر على الحياة الاجتماعية والمادية والطربوية لهذا المتعلم المغربي لا تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس لكي يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس